تقرير اسرائيلي مفصل نشرته صحيفة معاريف الصادرة في تل أبيب استعرض جملة من المقابلات التي أجرتها مع ضباط اسرائيليين رافعي المستوى تفيد أن تل أبيب تقف منذ سنوات وراء دعم وتشكيل تنظيم داعش الإرهابي بهدف تفتيت المنطقة العربية والعمل على تقسيمها وتحديدا الدول المحاذية للأراضي التي يحتلها الجيش الإسرائيلي التقرير بين أن الشابكة وجيش الاحتلال بدأ عملية إنشاء البؤر الحيوية لداعش عبر تجنيد مجموعات مسلحة في كردستان العراق قبل سنوات كثيرة وتدريبهم على كيفية استهداف مصاف النفط في العراق والمنشآت الحيوية وقوات الجيش العراقي وهي المجموعات التي تحولت فيما بعد إلى عمود فقري لتنظيم داعش صحيفة معاريف أجرت في سياق تقريرها مقابلة مع الكولونيل الإسرائيلي دان زائف أحد الضباط الذين دربوا مجموعات مسلحة للسيطرة على سد دوكان العراقي حيث قال إن الهدف الإسرائيلي من إنشاء تنظيم داعش هو خلق استراتيجية جديدة تماما فالتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا خلقت وضعا جيو استراتيجيا غير طبيعي ووضعت لإسرائيل حدودا ضيقة غير محمية وأصبحت محاطة بثلاث جهات تعاديها إلى أن أتى تنظيم داعش وعمل على تفتيت سوريا والعراق ورفع من إمكانيات إنشاء دويلات طائفية على طول البحر الأبيض المتوسط وصولا إلى العراق والحدود التركية وهي الظروف التي لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية وستسمح أن يصل عدد السكان اليهود في المنطقة خلال خمسين عاما إلى عشرين مليون يهودي حسب أقوال زائف الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي قادر على تدمير داعش خلال أسبوع واحد فقط وأن ما يشهده الشرق الأوسط من الطرابات إنما يراد منه خدمة الإستراتيجية الإسرائيلية وترسيخ مبدأ يهودية الدولة وهي الإستراتيجية التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو ووزير جيشه بوغي يعلون بنجاح وهدوء حسب أقوال زائف زيد أبو شمعة تلفزيون فلسطين